ما زال زلزال السابع من أكتوبر يغير وجه العالم كما لم نكن نحلم أن نرى مشاهد الحقيقة لما بتتعرض قدامنا كل يوم بنشوفها من كترها دلوقتي يمكن أصبحنا نألفها لكن لو توقفت عندها بضعة ثواني ورجعت بدماغك بس تمنشور لورا لم يكن أشد الحالمين مش المتفائلين إنه نشوفها ليس هذا بفضل شيء إلا بفضل الله وحده سبحانه وتعالى ثم بفضل هؤلاء البشر اللي قلتلكم إنه من عاجينا تانية هوريكو فيديو دلوقتي شيء عجيب جدا طفل ليس ككل الأطفال أنتو عارفين الأطفال كانوا عندنا بنخوفهم بإيه زمان إحنا كانوا بيخوفونا بإيه كانوا بيخوفونا بالعسكري والعسكري ده مصري زي زيك فما بالك بقى بجندي صهيوني مدجد بالسلاح والطفل بيتعامل معاه بمنتهى السبات وبيقوله الكلام ده أرض أرضي والسلاح هو جميل والله ربي ناصري ومهيدي ويل عدو من شمايا أطبعي سبات انفعالي يدرس في أقسام علم النفسي في كل الكليات مش ممكن سبات انفعالي وسيقى بصوا لطفل لا يتجاوز السبع سنين أو الثمان سنين انتو خايفين على غزة وعلى فلسطين لا يمكن تخافوا لا يمكن إجرالها حاجة ده جيل مختلف بقولك احنا عندنا كانوا بيخوفوا العيال بالعسكري ده عسكري مدجد بالسلاح ويمكن يكون خاف من الطفل قال له ده أرضي انت فاهم ولا لأ لا نخش على غزة عشان كده بقولكو غزة واللي حصل في سبع أكتوبر غير وجه العالم خلى العالم يشوف الحاجات دي الحاجات دي لما مش متخيلها انه يشوفها أبدا في أي مكان في الدنيا عشان كده مش بعيد ان احنا نقطف كل يوم والتاني ثمرة من ثمار هذا التغير النهاردة كان فيه مشهد لكنه غير صحيح رفي على العالم وقيله انه مالك الدرماركو وانه رفع العالم لكن طلع الفيديو في السويد لكن المشهد الحقيقي النهاردة اللي كان من الجامعات الأمريكية هو انسحاب الطلبة في جامعة فرجينيا أول محاكم فرجينيا طلع يقول الكلمة بتاعته انسحبوا على طول ليه؟ لأن حاكم فرجينيا طلب البوليس للطلبة المعتصمين تخيل الطالب في أمريكا بيقعد لأربع سنين يشتغل ويتعب عشان اللحظة دي عشان الحفلة دي فبمنتهى البساطة بيسيبها عشان غزة شفتوا اللي حصل؟ بص يا سيدي اللي حصل والطلبة بيرسرف كل هذه بثمار بفضل الله تعالى بفضل ثمار ثبات أهلنا في غزة زي ما قلنا من يوم 8 أكتوبر وبكرر تاني الجملة دي دايما زلزال 7 أكتوبر يمكن ما نقدرش نحصي نتائجه الآن لكن نحصي نتائجه بعد كده ولسه نتائجه هنتكلم فيها بعد شوية حتى غيرت مواقف بعض الدول اللي زي مصر زلزال 7 أكتوبر سيكون له نتائج تغير وجه البشرية كلها شكرا